اخبار الظهيرة مباشرة على الاولى اهلا بكم وهذه ابرز عنوين الاخبار ملعب بنبطوطا بيتانجا يحتضن مساء اليوم المقابلة النهائية للكأس الممتازة لاسبانيا التي ستجمع فريق برشلونة واشبيليا عدة تدابير تنظيمية تخذت لمواجهة هذا الحدث الرياضي الذي ينظم لأول مرة خارج اسبانيا الفترة الصباحية فترة يختار العديد من المصطفين قضاءها في الشاطئ لاستباحة وممارسة الرياضة والروبرتاج من شاطئ المهدية صباحة اليوم التين من الفواكه التي تحضى بعناية خاصة ضمن محطة المغرب الاخضر في اقليم بركان ولتثمين المنتوج وتسويقه تقام بمنطقة اغبال فعالية مهرجا فاكهة التين في دورته التانية اهلا بكم تتجه انظار عشاق كرة القدم اليوم الى ملعب ابن بطوطا بيتانجا الذي سيحتضن ابتداء من الساعة التاسعة مساء اطوار المباراة النهائية للكأس الممتازة لاسبانيا التي ستجمع فريق برشلونة وايشبيليا وقد اتخذت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ونظيرتها لاسبانيا عدة تدابير تنظيمية لمواكبة هذا الحدث الرياضي الذي ينظم لأول مرة خارج اسبانيا روبرتاج سعيد انيس سعيد ناجح وجهاد ليبري مدينة تنجا عروس الشمال تستعد لاستقبال قمة وروية من المستوى الرفيع يتعلق الامر بالكأس الممتازة الخامسة والثلاثين الاسبانية بطرفيها نادي برشلونة ونادي اشبيليا كل الترتيبات التنظيمية واللوجيستيكية تدخل خطا نهاية لاستقبال ابطال اسبانيا والفائز بكأس الملك فريق برشلونة فريق قوي ولديه تجربة كبيرة في الفوز بالنهائيات لديه لاعبون من بين الافضل عالميا سنبحث عن عدة احتمالات وعن فرص وسنبدل اقصى مجهودات فريق شبيليا لديه ايضا بعض الافضلية وفيما يخص فريقنا نتمتع بجاهزية كبيرة ولدينا حلم للفوز باللقب ميناء طنجا المدينة والاخر يعرف حركة داؤبة لاحتضان الجمهور الاسبانية القادمة من الضفة الاخرى لمتابعة قمة القرى الاسبانية بين برشلونة وإشبيليا مقابلة ستجرى الطواروة على ارضية ملعب ابن بطوطة الذي دشن الانطلاق الرسمي له باحتضان لقاء اتحاد طنجا أتلي تيكود مادريد سنة 2011 عنا واحد شارف كبير برش المات اللي بعنا هنا وصبح الله عنا الجمهور دي عنا بزا في طنجا ومعروف وعنا واحد الأجواء المسيعة دية في طنجا كل شي محبز كل شي يتفرج شاء الله نتنجم زوين ودكش ديز في مستوى وشاء الله غاديكون دكشي في مستوى وغايشرفه المغرب هي تجربة جديدة بالنسبة لنا كجمهور برشلونة جئنا من اسبانيا لتتويج بالكأس المباراة مناسبة لزيارة مدينة جديدة وتعرف على ثقافة جديدة والاستمتاع بطبق كروي متميز أعتقد أن هذه المباراة سيكون لها وقع إيجابي على كرة القدم المغربية والإسبانية أيضا جئت من الأندلس القريب من المغرب ومدينة طنجا نالت إعجابي كل المكونات تستعد لجعل هذا العرس القروي لقاء يجمع بين الفرج والمتابعة ناهيك عن التعاون الثنائي بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ونظيرتها الإسبانية وللحديث عن هذه المباراة ينضم إلينا مباشرة من طنجا السيد محمد تازي الكاتب العام لرابطة مشجعي نادي برشلونة لابينيا بالطنجا مرحبا بكم سيد تازي وبداية مباراة الكأس الممتازة تجري لأول مرة خارج إسبانيا كيف جاء اختيار مدينة طنجا لاحتضان هذه القمة الكروية أولا شكرا أختي لغطيفة الاختيار دي الطنجا هذا فخر واعتزاز أن الطنجا تحتاطنا هذا العرس كروي جميل والاختيار ما جاش من عباد نظر لقرب مدينة طنجا القرب الجغرافي من إسبانيا وكذلك الشعب الكبير التي تحتاطى تشرف بها القرى الإسبانية وسبق المدينة طنجا أنا احتضنت عدة ظاهرات ومقابلات رسمية أوروبية وآخرها كان الكأس سوبر الفرنسي بين موناكو وبرسانجيما طيب مع احسدان طنجا لهذا اللقاء ما هي الصورة التي تريد لابينيا تسويقها للجمهور الإسباني والجمهور العالمي بصفة عامة وكيف تنظرون إلى مجالات التعاون بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ونظيراتها لإسبانيا الصورة التي نحاولي لنا لجمهور المغربية عنpt واحد الصورة الجمهور الطنجي وجمهور المغربية عامة جمهور حضاري جمهور كوراوي وريادي وحاول نعطي واحدة صورة جميلة بحل الصورة التيollры لجمهور المغربية في موندين روسيا صورة حضارية وريادي وقنت منها أن أكون بالنسبة لسؤال الثاني تواجه بلذف جميع الملكية المغربية والجميع الإسبانية يكون تعاون ودي على كل مجالات ولما لا قيم بعد المقابلات بين الفرق لإسبانيا واحتضان ولو السيبر كوب المغربية بإسبانيا ولما لا مقابلة أخرى طيب سيد تازي بالنسبة لرابطة مشجئي فريق برشلونة بتنجا ما هي طبيعة وأهداف هذا التجمع الخاص بمحبي الفريق التجمع لناك يعرف المحبي الفرق واحد تشور التلسيق بين جميع الجمعيات المحبي الفرق وقيم بعض المبادرات لإنجاح العرس الكراوي وتأثير الجمهور المغربي لتوز المقابل في جوة رائعة ورياتي شكرا لكم على هذه توضيحات سيد محمد تازي الكاتب العام لرابطة مشجئينا برشلونة لابينيا بتنجا تقسو بلادنا يبقى حارا هذا اليوم بسهر الداخلية بسوس السايس المناطق الشرقية وشرق الأقاليمي الجنوبية وستتراوح درجة الحرارة ما بين اتنتين وأربعين وخمس وأربعين درجة بالعرائش والزان سيد قاسم سيد سليمان الخميسات تارودانت أغاديرينزقان والصويرة كما ستتراوح درجة الحرارة ما بين تسعين وتلاتين واثنتين وأربعين درجة بكل من سالة بن سليمان ستات برشيد الفقه بن صالح بن ملال قلعة سراغنة الرحامنة وأيضا بمراكش اليوسفية فاس مكناس وملاقوب شاطئ مدينة مهدية كان صبيحة اليوم وجهة للعديد من المصطفين الباحثين عن الاستجمام والانتعاش في ظل موجة الحرارة المرتفعة الأجواء بالشاطئ في الفترة الصباحية ينقلنا إليها روبرتاج سكين الإدريسي سكين الإدريسي والمهديش الطيبي ليس هناك أجمل من قضاء يوم مشمث مثل هذا في شاطئ تجذبك أمواجه لتتأملها وتدعوك حركات مدها وجزرها لتكون وسط تلك الحركة التي يحكمها قانون الجاذبية والجاذبية الحقيقية هي زرقة المياه الباردة تحت سماء حارة جينا أغسل البحر لحسب الوليدات لتبحروا شوية وستمتعوا بهذه الجو مع كينا الحرارة في المدينة طالعة الصباح يكون الجو جوين هنا يوم يكون الموجة معاليش بزاف وكي نأخذه كي عجبنا الجو هكا وكنعموه كا بكري وكمشي بحرنا بكري مزيلا وذيما كي نجيوا لهنا كي نتعجبنا هذا البحر هذا من هدية كي تعجبنا الاستفادة من أشعة الشمس النافعة وممارسة بعض الهوايات قبل أن يصبح شاطئ مكتبا هي أسباب من بين أخرى تستعجل بقدوم زوار يفضلون قضاء الساعات الأولى من الصباح في الشاطئ كي نجيوا بكري وليسا بالحرارة بش مين تتخنشش وليسا بعد مدراري صغار بش نرجعوا بحالتنا والحمد لله هاد العام زعماء البحر مزيان نقيل جيت أنا من المراكش أنا والعائلة مليدتي وحفيدي وطا يعجبني بالساف نجي للبحر في الصباح تيكون باقي من نفس من ناحية العمورية وحتى لما تيكون باقي نقي كنجي للصباح للبحر كنجي للقورة وكان نعمش شوية في الشاطئ حيث في الصباح تيكون خاوي كيكون مانقي كيكون تنيازوين تشمز لها لو كتكون ما شي قاسها كتكون خفيفة لشاطئ المهدية جاذبية خاصة في الصباحات تدركها حينما تطأ قدمك رمالها وهو ما يفسر إقبال الزوار في ساعات مبكرة على هذا المكان وفي فصل الصيف يعتبر ارتداء النداراتية الشمسية ضرورة مرحة لحماية العين من الأشعة الفوق بنفسجية فتعرض المباشر لأشعة الشمس بدون ندارات يعرض سطح العين الخارجي للإصابة بأمراض مختلفة وينصح الأخصائيون عند اختيار الندارات الشمسية بتأكد من جودة العدسات المستخدمة فيها روبرتاج إيمان سلاوي وحسن سيلع مع فصل الصيف يزداد الإقبال على اقتناء الندارات الشمسية رغبة في الوقاية من أشعتها الضارة ندارات تختلف نوعيتها بين الطبية والمقلدة أنا أعرف بأن الطبية هي الصحية ولكن أنا أكسم بالعادية أنا أظن بأن الندارات الطبية عندنا زي كثيرة على الندارات العادية بحيث تكون وحد الوقاية فعالة بالنسبة للعين للإنسان الندارات الشمسية المقلدة تجدها هنا وهناك لربما تغريك بتنوع أشكالها وثمنها البخص لكن خلف ذلك تتوارى خطورة على صحة العينين الندارة الأول يمكن أن تدير تاع في العين أو الأحمرارات المرة تقدر ألم في العين أو الرأس تقدر جفا في العين تقدر تعفونات بكتيريا في العين في بعض الحالات لكن تأثير في واحد المدة كبيرة طويلة يعني يقدر يؤدي إلى تكون واحد الغشاء لما يصطلح عليه في الدفر بعض المرة تقدر الله إلى إطلاف واحد الطرف للشبكة أو بما يسمى الشيخوقة الشبكية مبكرة مبكرة ضروري على أن المستعليك يرد البال من الدارة التي سيظن أنها سيحمي بها ويستطيع أن يسبب العين أضرار أضرار أكثر من التي سيحميها خصوصا أن الدارة لا تتوفر فيها من معايير الطبية وقبل شراء النظارات الشمسية ينصح باستشارة أخصائيين تفاديا للآثار السلبية ونبدأ جولة الأخبار العالمية من مالي حيث شرع الناخبون اليوم في الإدلاء بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي يتوقع أن يفوز فيها الرئيس إبراهيم بو بكر كيتا بولاية جديدة وكان كيتا قد حصل على 41% من الأصوات في الدورة الأولى التي جارت الشهر الماضي مقابل نحو 18% لمنافسه الزعيم الرئيسي للمعارضة فرح سعر باكرا فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في وجه ثمانية ملايين ناخب مالي لاختيار رئيسهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ويشهد هذا الاقتراع منافسة بين الرئيس المنتهية ولايته إبراهيم أبو بكر كيتا والسوميل سيسي مرشح المعارضة وانتهت الجولة الأولى من الاقتراع الرئاسي التي جرت في 29 من الشهر المنصر دون أن يحسم أي من المرشحين نتيجة لصالحه وخلال الجولة الأولى بقي 871 مركزا للتصويت مغلقا بسبب أعمال العنف وهو ما منع نحو 250 ألف ماليين من التصويت خصوصا في وسط البلاد وشمالها تجري جولة الإعادة وسط إجراءات أمنية مشددة لحراسة مراكز الاقتراع البالغ عددها 23 ألفا وزارة الدفاع المالية حشدت 6 ألاف عسكري إضافي لتأمين الاقتراع لينضف إلى 30 ألف جندي أشرف على حراسة الجولة الأولى وسيتولى الفائز في هذه الانتخابات العمل على إحياء اتفاق السلام الذي وقع عام 15 ألفين بين الحكومة والحركات المتمردة ومواجهة أعمال العنف التي امتدت من الشمال إلى وسط البلاد وشرقها ميدانيا في سوريا وسعى الجيش في الأيام الأخيرة نطاق عملياته العسكرية في ريف حما وسط البلاد في وقص شن فيه أكثر من 80 غارة جوية على مناطق في محافظة إدلب شمال غرب سوريا بموازاة مع ذلك أعلن اليوم عن مغسل 12 مدنيا في انفجار مستودع أسلحة في محافظة إدلب قرب الحدود مع تركيا نبيلا أزرق وسعى الجيش السوري في الأيام الأخيرة نطاق عملياته في ريف حما وسط البلاد في وقت شن فيه أكثر من 80 غارة جوية على مناطق في محافظة إدلب شمال غرب سوريا التي تعد أهم معاقل المعارضة وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الجوية السورية قامت بقصف مكثف في ريف إدلب الجنوبي استهدف على الخصوص منطقة خان شيخون في أول تصعيد بعد أربعة أسابيع من الهدوء في تلك المنطقة وأوضح المصدر ذاته أن القوات السورية استهدفت الريف الغربي من منطقة الشغور بريف إدلب بعد أن أطلق المسلحون هجوما واسع النطاق على المواقع الحكومية في الجبال الشماليات من محافظة الأذقية وفي تطور آخر قتل 12 مدنيا على الأقل فجر اليوم في انفجار مستودع أسلحة لم تحدد أسبابه في بلدة قرب الحدود التركية في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا فيما لا يزال العشرات مفقودين وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلنت الشرطة البريطانية اليوم عن إصابة عشرة أشخاص اتراحة إطلاق النار في مدينة مانشستر موضحة أن المصابين ليسوا في حالة حرجة ووصفت الشرطة إطلاق النار بالهجوم الخطير دون أن تشير سلطات مدينة مانشستر إلى دوافع إطلاق النار كما لم توضح هوية منفديه السلطات الأمريكية تعلن اليوم أن ستة حرائق ضخمة جديدة اندلعت في الولايات المتحدة بما أدى إلى ارتفاع عدد الحرائق عبر البلاد إلى أكثر من مئة مع توقع اندلاء المزيد منها مطلع الأسبوعي القدم ويكافح أكثر من 30 ألف فرد من بينهم رجال إطفاء من الولايات المتحدة ومن أستراليا ونيوزيلندا هذه الحرائق التي أتت على أكثر من 600 ألف هكتار واجتاحت ولايات من واشنطن إلى نيو مكسيكو وكانت كاليفورنيا أكثر الولايات تضررا منها نبقى بالولايات المتحدة ومن قاعدة كاب كنافيرال بولاية فلوريدا أطلقت اليوم أو أطلقت اليوم وكالة الفضاء الأمريكية ناسا مركبة فضائية ستقترب من الشمس بشكل غير مسبوق مهمة المسبار باركر التي ستستمر سبع سنوات تتجلى في الاقتراب من الغلاف الجوي الخارجي للشمس على بعد 6 ملايين كيلومتر فقط من سطحه احتضنت منطقة أغبال بإقليم بركان فعاليات الدورة الثانية لمهرجان فكهة التين الذي يتوخل إسهام في تتمين هذا المنتوج بمختلف أصنافه تظاهرة تسعى إلى إبراز مؤهلات قطع التين في هذه المنطقة وتبدل التجارب والخبرات بين المهنيين وكذا استكشاف إمكانيات تنمية هذا القطع روبرتاج محمد بن لوي ورشيد لا تابي على إقاعي الفلقدوري المحلي انطلقت هذه التظاهرة التي تتوخي برزم أهلات قطاع التين في هذه المنطقة وتبدل التجارب والخبرات بين المهنيين واستكشاف إمكانيات تنمية هذا القطاع في إطار مخطط المغرب الأخضر لا سيما من خلال غراسة الأشجار والتنظيم المهني والتأطير المنتجين الضورة الأولى فتت في أحسن يحلة وهذه الضورة الثانية هي ضورة التي ينتقوا من خلالها لتحقيق أهداف مهمة جدا هي غرس واحدة الميات هي كتار من 11 تجارة تين كرموس وخلقوا ثلاثة وحدات لتنمية المنتج منطقة أغبال فهي معروفة عن صعيد الجهة الشرقية بالإنتاج تين لهذا تبيل بأنه يجب تنمية هذه السلسلة من خلال إنجاز مشاريع في المنطقة هذا المهرجان يسعى للخصوص للتعريف بمن توجي هذه المنطقة من فاكهة سيتين والإسام في تنمية هذا القطاع لا سيما من خلال المعرض الذي يقام على همش هذه التدهورة والذي يتوخته في رفضاء ملائم لتسويق المنتجاتية المحلية كل عام كان حضروا لهذا الفيستيفال تكرموس عدنا هنا في أغبال وكان شكروا لجميع الناس اللي عاونونا باش تنجح هذا المهرجان ويعني الفوائد ديال جميع ما يتعلق بالأمعاء ولا المعيدة ولا المارئ هي تساعد عيدنا على الشفاء من القرحة المعيدية كما شملت فعالية هذه التدهورة تقدم عروض حول تنظيم المهني بوصفه رفع لتنمية قطاعيات تين وأخرى حول مشروع تطوير زراعة تيني بجامعة أغبال في قليم بركان ولديهم ولا الخصوص غرس مئة هكسار وتحسين الإنتاج والتعطير والمساعدة التقنية لتنظيمة المهنية آخر الصور ننقلها من العاصمة الأوكرانية حيث التأم أكثر من أربع مئة من التوائم ذكور وإناث من مختلف الأعمار في مهرجان طريف لتوائم وتشهر أوكرانيا بعدد التوائم المتواجدين بها حتى أن فيها قرية اسمها فيليكيا الأوكرانية تحمل لقد أرض التوائم نظرا للعدد المرتفع منهم والذين ولدوا فيها والذين وصلوا عددهم إلى 61 توأم من بين أربعة آلاف شخص يفكنون بالقرية وقبل الختام نذكر أن مراقبة هلال شهر ديل حجاز تتم هذا اليوم 29 من شهر ديل قعدة وزارة الأوقاف وشؤون الإسلامية تهيب بسادة القضاة ونضار الأوقاف ومنذوب شؤون الإسلامية بالمملكة أن يخبروها بتبوط رؤية الهلال أو عدم تبوط رؤيته وذلك بواسطة أرقام الهاتف والفاكس الظاهرة على الشاشة نهاية والنشرة تذكير بأبرز عنوينها ملعب ابن بطوتا بيتنجا يحتضن مساء اليوم المقابلة النهائية للكأس الممتاز لإسبانيا التي ستجمع فريق برشلونة وإشبيليا عدة تدابير تنظيمية تخذت لمواكبة هذا الحدث الرياضي الفترة الصباحية فترة يختار العديد من المصطفين قضاءها في الشاطئ للسباحة وممارسة الرياضة والروبرتاج تابعناه من شاطئ المهدية صباحة اليوم التين من الفواكه التي تحظى بإناية خاصة ضمن مخاطف المغرب الأخضر في إقليم بركان ولتسمين المنتج وتسويقه تقام بالمنطقة بمنطقة أغبال فعالية مهرجان فاكهة التين في دورته الثانية شكرا لكم على المتابعة وإلى الغد بإذن الله اشتركوا في القناة